بيلا روتوش حكيم. الموضوع هذي منعرفش عليش ديما ثم ثم غرام كبير برشة للبشرة الكل تقريبا او جل معناها البشر على وهالكورة الارضية غرام بالناس اللي عندهم فلوس. سيبينيش يقولي غرام بالنساء قال بالنيس. لا لا غرام بالنساء اذاك بالعكس اذاك يصرفوا عليه. اما هذا 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 غرام فيه فيه متعة. اه الغرام هذي حولته مجلة فوربيس المجلة الامريكية اه اللي بيقو سين بيذفرين رئيس تحرير هتوا اه صحفية اعربية. دكا. المجلة هذه خلقت حاجة من سنوات سنوات الاخيرة اسمها اثرياء العالم. كل عام تعمل احصائية وتحسب بالضبط تحسب بالدولار قديش يعني قديش فما من ثري في العالم. واتقسمهم. وقداش يملكوا الاثرياء هذوما. وتعمل قائمة تعمل ترتيب. ترتيب ذا طبعا اه اه يعني ضم تقريبا حوالي اه الفين. اه بين الفين وخمسمائة واحيانا يوصل حتى الفين وسبعمائة ثري في العالم. ترتبهم حسب جنسياتهم قداش عندهم فلوس قداش عندهم ايش عندهم شركات. وكل ثري داركي معناها اللي يدخل للموقع متاع مجلة فوربيز يلقى اه يعني لأسماء الكل وبجنسياتهم بثرواتهم. وتلقى كيتكليكي على كل اسم يخرج لك صفحة كاملة اه حول الثري هذي حياته قداش كيفاش كون ثروته. اش عنده بالضبط فلوس اه اه اخر حاجة عملها التسريحات اللي اللي عملهم. اه 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 والمجلة هذي مجلة مشهورة بارشا في العالم تقريبا من اكثر المجلات شهرة في العالم. بي. بي. اه 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 طبعا الترتيب متاع السنة ترتيب الفين واثنين وعشرين. اه 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 احنا بما انه انه انتميو الى العالم العربي والاسلامي. اه 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 قلنا خنشوفوا فالنسخة جديدة لعام الفين واثنين وعشرين اللي خرجتها مجلة فوربز. القائمة جديدة لاثرياء اه العرب به. الاثرياء العرب اللي اه اه تقريبا اه وصل اه اه عددهم الى واحد وعشرين ملياردير عربي هذي القايمة جديدة. 21 ملياردير عربي العشرة التوبتين يجي على رأسهم طبعا رجل الأعمال المصري نصيف ساويرس يعني نصيف ساويرس اليوم شقيق نجيب ساويرس معروف رجل الأعمال المصري نصيف ساويرس ترتيبه في قائمة أثرياء العالم هو اللي تصدر قائمة الأثرياء العرب لكن ترتيبه في قائمة أثرياء العالم يجي 304 304 وثروته تقدر بـ 7.7 مليار دولار وجي في الترتيب الثاني رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب وترتيبه عالميا 536 عالميا هو جزائري ترتيبه قلت عالميا 536 بثروة تقدر بـ 5.1 مليار دولار اللي هنين يقوله لي يقولك قد يزادت ونقصة على العام اللي فات نصيف ساويرس تاحب 600 مليون دولار على عام ناول بخكون تخرب رب اطلع بـ 300 مليون دولار بضبط والاي مهمين الأرقام هذو أه جزت تحدي تفرج فيهم مهمين مهمين للورثة مهمين مهمين تعف مهمين نحنا أي نطير بيهم لقلقهم لسه تقولي وليس قاعدة تسمع أكثر في أكثر نتابع في اللي قاعدين يتابعوا فينا بالحق قاعدين يحبوا يسمعوا حب يعرفوا شكون الأثرية الكبار في المنطقة العربية اللي بعده نجيب ساويرس الثالث هو نجيب ساويرس يعرفوه التوانسة خطر جاء قبل تذكروا وقت معناها وقت البيجي قايد سبسي اللي يرحمه وقتك الرئيس جاء زهر تونس وعنده علاقات ببعض السياسيين خاصة لتوانسة ونجيب ساويرس هو شقيق ناصف ساويرس وترتيبه عالمين 883 بصافي ثروة تقدر بـ 3.4 مليار دولار يا خليفة أي إذن يخدم على روحه مش معقول ناصف عنده 7.4 وناصف ونجيب ساويرس يعتبروا من أثرياء مصر معروفين طبعا كنت حبيت هذا هو أثرياء عربي أي هو ديما الأثرياء معروفين رو فلوسهم تخليهم معروفين لكن خاصة نجيب ساويرس يعتبر من أثرياء مصر معروفين هو شقيقه بعلاقاتهم بقطع العلام يعني ويمتلكوا العديد من القنوات التلفزية والإذاعية ويمتلكوا زادا صحف ومعروفين أيضا بعلاقاتهم بالسياسة أي يعني وعلاقاتهم في أفريق يا زادا ومالنجم الظهب نحكي على الأقل في مصر في مصر يعني أنه اسم مثلا اسم نجيب ساويرس نجيب ساويرس ارتبط بالحزب الوطني نتم في فترة من الحزب الوطني وكانت عنده علاقة بنجل حسني مبارك علي مبارك والقصة المعروفة الصداقة هذه حتى بعد الثورة المصرية عاودوا ظهر اسم نجيب ساويرس مرة أخرى كواحد من المقربين من السلطة في الترتيب الرابع عائلة أخرى في لبنان مش في مصر طبعا نمشيوا لبنان لبنان المفلس الدولة المفلسة يجيوا الإخوة طه ونجيب ميقاتي بثروة تقدر بـ 3.2 مليار دولار كل واحد وعلى هلم أنه نجيب ميقاتي يتقسموا المرد برابعهم نجيب ميقاتي هو في نفس الوقت رئيس الحكومة اللبنانية الحالي اللي هو العائد لأنه تقلد قبل المنصب هذا ورجع مرة أخرى وعنده شعبية في الأوساط السياسية يعني ملياردير لبناني وفي نفس الوقت يحكم يترأس حكومة لبنان حسب المجالة الأمريكية فوربس فإنه عدد المليارديرات العرب انقصصنا في تصنيف 2022 بعد وفاة الملياردير الإماراتي مجد العظيم لكن قائمة ثريع العرب بضمت ثلاثة مليارديرات إماراتيين هما رجل أعمال حسين سجواني بثروة تقدر بثروة 2.7 مليار دولار وعبد الله الغرير بثروة تقدر بثروة 2.6 مليار دولار وعبد العظيم الفاطيم بثروة تقدر بثروة 2.5 مليار دولار ريقش بيغشيح من أرقاب شارع في مجلة حسيني تكنيش مجلة فوربس الواحد عني يتخبض من أرقاب بالمليارات في البغض والله ستقودي وجوه أحمر أنا بغضم طبعا قلقنا بغضم أحساس عادي أحساس بشري قول ربي بلنا من ينتشه مكاون أمين يا ربي حتى تشه صغيرة مجلة فوربس تقول أنا قائمة 2022 لأثرياء العرب يختفئوا فيها الأثرياء السعوديين على غير العدل من 2018 فوربس معاش تحط مش معاش تحط معاش فاما أثرياء السعوديين لأنه تفوقوا عليهم أثرياء عرب بخير فاما لا ما نعتقدش بالبراءة هذي كل كيموتها المحمود لا ما نتصورش ما نتصورش لا الترتيب رأو رأو الترتيب لا ما كمانش حكيت على عمانة ما وفي الوقت نيجي المفارقة المفارقة كما قلت العجيبة أن لبنان اللي أعلن نائب رئيس الحكومة منذ أيام فلسه في المدة الأخيرة توصل فيه صافي ثروة المليارديرات اللبنانيين حوالي 12.6 مليار دولار ما ليش فلس ومنهم شقيقات مقاتي ما من هذي فلسة مقاتي وأيضا وأيضا معاهم زيدا أبناء رئيس الوزراء اللبناني الرحل رفيق الحريري وهم بهاء وأيمن وفهد الحريري في المغرب زيدا ثم برشة أثرياء لكن على رأسهم رئيس الحكومة المغربية الحالي عزيز أخنوش اللي أثار جدل كبير باختياره قطر أيضا معروفة بالأثرياء ورجال الأعمال يمثلها في قيمة أثرياء العرب والعالم سناء فيسل بن قاسم الثاني وحمد بن جاسم الثاني وزوز هذا من جماعة ما تستغربوش من أفراد العائلة المالكة القطرية في قائمة في قائمة أثرياء العالم المفاجأة السناء هو الصعود الصاروخي والمفاجأة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك إيلون ماسك هذا اللي تربع لأول مرة على عرش قائمة فوربس لأثرياء العالم بسافي ثروة يقدر بمئتين وتسعتاش مليار دولار لحول القتل لحول القتل بالله وماسك مزال كي يخذاء دوبر ديون تومس عنده 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 نهارين مزال كي يخذاء تقريبا تسعتاش في المياه من أسهم شركة تويتر وقائمة الدنيا وقاعدة على جستما وتم استدعائه من قبل الشركة لعضوية مجلس إدارة تويتر وفما حديث فما صحوف أمريكية تتحدث على إمكانية ترأسه لمجلس إدارة شركة تويتر لو الدنيا قايمة وقاعدة رأتوه في تويتر خايفين قال لك ظعر شديد بين الموظفين عمره ما صار الظعر هذية خاطر خايفين لماسك هو اللي يشدوا لمجلس إدارة متاع تويتر بالضبط يعرف بشاله يخذ مثمارية واربين ساعة فنهار هو أنو تصور أنا الرعب في الشركات المنافسة متاع السوشال ميديا أكثر حتى من العباد اللي يخنون في تويتر بيدهم خطر ديما نظريته في الخدمة مختلفة شوية في القائمة هذه طبعا الثاني عالميا في الترتيب معروف صاحب شركة أمازون اللي هو جيف بيزوس صاحب شركة أمازون شركة أمازون من أغلى تقريبا أغنى للشركات في العالم وطبعا موجود بيل جيتس صاحب شركة مايك مايكروسوفت ياتيو مساحة لكم مارك زوكر بيرك وغيره مبقى لي يا جماعة مش هنختم قلكم شي طيب مثل زرعة فحص مثل شعبي قالوه ناس بكري في تونس مش في العالم الله يرحمهم يقول لك البخت ماي والزهر ما عندي اللي نزرع تفاح يطلع لهندي ههههههه